بحمد الله تعالى تم عقد اجتماع توجيهي في المقر الرئيسي للمركز في كراتشي بباكستان حيث قام رئيس مجلس الشورى محمد عمران الأطاري بمناقشة بعض الأهداف المتعلقة بالتعليم مع طرح بعض الحلول والطرق من أجل تطوير مهارات التعليم وشارك في هذا الاجتماع عضو الشورى الحاج أمين الحطاري وعدد من المشرفين من مجلس جامعة المدينة ترجمة نانسي قنقر